موسيقى حقيقة أنا في الأساس بشتغل تصميم بتاع تياب من 2004 فتحورت مهنة التصميم بتاع تياب للتصاميم تانية كانت من خلال إنه أنا بعمل ديقورات لبيوت فوانا شغالة مرة في واحدة من الشقق اللي كنت بفرش فيها كانت لقيت صعوبة في إنه أنا كيف أوفغ يعني شكل الدزاينات بتحت العفش مع لوحات حائطية فكانت بالنسبة لي مشكلة فتشتها ما لقيت حاجات بتشبه الحاجة اللي أنا عايزاها ما لقيت نفس الألوان فبديت أفكر في إنه أنا كيف ممكن أخلك حاجة تتوافغ لي مع الشي اللي أنا عايزاها دي كانت البداية لإنه أنا أشتغل لوحات حائطية في الأساس اللوحات إحنا في المكتبات هنا موجودة في المحلات المشترين منها الألوان وكده في الكون فصدا جاهز بيكون اللوحة بتكون أساسا مجدودة بيشتغل بعناسة الفنون الجميلة أنا طبعا ما خرجت فنون جميلة أنا دي بالنسبة لي هواية حتى بعد ذاك امتهنتها كنت عايزة أطوع الألوان اللي أنا بشتغل بها اللي هي أساسا الألوان بتحت الحرير لإنه أنا أقدر أستخدمها في اللوحات الحائطية اللي هي أساسا ما متعارف إنه هي بيستعمل في ألوان الحرير فبديت أفكر في إنه أنا كيف ألقى معالجة للحاجة اللي أنا عايزة أعمالها الكون فصما ما بنشتغل عليه بألوان الحرير بيشتغل عليه بألوان الزيت فأنا ما برسم بألوان الزيت بديت أفكر لقيت إنه أنا ممكن أستخدم القماش بتاع الدموري اللي هو أساسا بنشتغل عليه والتدريب للمتدربات الناس اللي بيكونوا عايزين أتعلموا الرسم بألوان الحرير فبديت أعمل فريمات في النجار بتاعت خشب أبيض عادي بمقاسات أي مقاسة عايزاو حتى كده قداني مساحة في كمية تل في أشكال اللوحات اللي أنا بأعملها لأنه المساحات بتحت الفريمات تحت الكنفصل في مكتبات محدودة جداً وصغيرة أنا هسا ممكن أعمل لوحة أي مقاسة عايزاو متر ونصف في متر ونصف اتنين متر في اتنين متر مهما كانت كبيرة صغيرة أطوع الأشكال اللي أنا عايزاها زي ما عايزا لأنه أنا البخلق الفريم فأنا بمشي بعمل الفريمات عند النجار بالمقاسات اللي أنا عايزاها بدبز عليه هالقماش بتاع الدمورية هي ممكن أنا أشتغل أي قماش تاني لأنه ألوان الحرير بتشتغل في خامات كثيرة لكن حقيقة بالنسبة للوحات أكثر خامة أنا بقدر أستخدم فيها الألوان بتحت الأكليريك وألوان الحرير ذاتة اللي هي بشتغلها حالياً على اللوحات هي الخامة بتحت الدمورية طبعاً خامة بتحت الدمورية لونة أوف وايت بتجي فيها كل الألوان اللي أنا باستخدمها بيصهر لي اللون زي ما هو من غير أي تغيير من غير أي تحوير فيه آريات كثيرة جداً برسم بها اللوحة ممكن نستخدم قماش غير الدمورية وممكن نستخدم الدمورية أنا بقدر أقول إنه هسه شغل اللوحات دي ممكن أقول عليه وإنه هو يعتبر بالنسبة لي مهنة أي مهنة أنا عشان أعملها زي ما أديها هي بتديني صح أنا بتاخد مني زمن لكن أنا بفتكر إنه الإضافة اللي بتقدم لي أكبر بكثير من الزمن اللي بتاخده مني لأنه أي جهد وأي زمن أنا ببزله في الحياة يعني ممكن يكون جهده مهدر وممكن يكون الوقت ما مفيد وممكن يكون الزمن ده أنا باستخدمه في حاجة تانية فلما أستخدم زمني ومهنتي في حاجة أنا بفتكر إنه هي حاجة الأودبود بتاعه جميل الأودبود بتاعه مفيد فيه عائد مادي فيه فايدة جمالية بالنسبة لي أنا إحساس جميل إنه أنا أكون بعمل لوحات حقتي براي وبتشبه الحاجة الأن عايزة الليلة إحنا لما ندخل أي محل تجاري عشان أنا أشتري حاجة ممكن ألف المحل كله وما ألقى الحاجة الأن عايزة لكن أنا بقدر أنا براي عارفة رحي عايزة شنو عارفة رحي عايزة أعمل شنو بقدر بكل سهولة أوفق الحاجات حقتي حسب ما أنا عايزاها أنا أفتكري إنه ذي حاجة يعني نتاج جميل جدا لإنه أنا الموهبة كيف إنه أنا أطور زاتها كيف إنه أنا أنمي موهبتي لإنه هي تبقى لي مهنة وفي نفس الوقت تقدم الأغراض الشخصية بتحتي وأغراض ناس تانية كمان ممكن يكون هما ما عندهم نفس الموهبة وما عندهم نفس المهنة ما بقدروا يعملوا لوحات لكن ممكن الواحد الجيني أنا أقرى الحاجة الفراسة وأفكارها وأنفذ لا شيء هي عايزة وزي ما هي عايزة ما عرفة لكن أنا بفتكري إنه ستات البيوت النساء بصورة عامة جواهم بيكون حاجات جميلة جدا المرأة بصورة عامة جواها دايما شيء جميل يا ريت لو كل الناس ينتبه لكل المواهبة الجواة تقدر تنميها تقدر تغزيها الآن بيقت فيه يعني اتجاهات كبيرة جدا لإنه الناس تقدر تطلع وتوقت يعني تنمي مواهبة أي واحدة جواة موهبة أنا من هنا بقول لها يا ريت انتبهي أنت بتقدري تعملي شنو بتقدري تطلع شنو من مواهبك ناس كتار جدا من إنهما ما كانوا مركزين مع حاجاتهم بس مجرد لحظة بتاعت انتباه غيرت حياتهم وأدتهم دافع لأنهم هما بيقوا أشخاص طانين فأعليم في المجتمع حياتهم اتغيرت حياتهم بيقى جميلة بيقى عندهم مهنة بيقى عندهم مصدر دخل إضافة للأسرة دي حاجة عندها فوايد كثيرة جدا ونفسيا هي حاجة مريحة جدا أنا حاجة مجرباها حتى لما يكون واحد عنده استرس ولا زهجان ولا مجرد ما أشتغل ليه حاجة فنية لوحة توب بحس إنه كل الضغط اللي علي نزل بقدر أفرغ الضغط بتاعي في حاجة جميلة ومفيدة في نفس الوقت دي كانت تجربتي اللي قدمت عليكم من خلال شغل اللوحات من خلال الألوان اللي وردتكم أنا استخدمتها كيف طريقة عمل الفريم طريقة الرسم ذاتة بتمنى إنه كل الناس تبحث عن جواها وتفتش شنو الحاجة جميلة جواها اللي ممكن تطلع بيها يعني أنا الحمد لله الفرصة يعني ربنا وفغني لي إنها وصلطني المرحلة دي كانت حاجة جميلة وأفتكر إنه كل الناس ممكن يكون عندها نفس المساحات دي بس هي ما منتبها ياريت كنا الناس تنتبهي للحاجة الجوا وتطلع أجمل ما عندها موسيقى